في كل بيت أو في كل عائلة إن لم يكن في كل بيت فهناك معتقل وكل معتقل وإن لم يكن الكل فالأغلب يقعون في يد السجان بوشاية من وقيم فكرت بأن أكتب شعراً لا يهدر وقت رقباء لا يتعب قلب الخلفاء لا تخشى من أن تنشره كل وكالات الأنباء ويكون بلا أدنى خوف في حوزة كل القراء هيأت لذلك أقلامي ووضعت الأواق أمامي وحشدت جميع الآواء ثم بكل وباطة جأش أودعت الصفحة إمضائه وتركت الصفحة بيضاء راجعت النص بإمعان فبدت لي عدة أخطاء قمت بحك بياض الصفحة واستغنيت عن الإمضاء والآن مع كلمة لوالد الشهيد حسين جزيري نيابة عن بعض المعتقلين فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين في هذه الوقفة التضامنية مع المعتقلين لا يسعني إلا أن أقول عيش الأمل جملة لم تطلق من فراغ هي قيلة من لسان رجل لم يعرف للتراجع معناه لو تأملنا في هذه الجملة المكونة من كلمتين لوجدنا فيها بأن كل من توكل على الله وسعى بصدق للعيش طالبا الكرامة لحصل عليها عيش الأمل لا يؤمن بها إلا من آمن بالله وبالحقوق وبالثورة عيش الأمل فبالأمل سننسى طريق الآلام ونهجر دروب الأحزان وبالأمل سنمسح دموعا ألفة صحبتنا فهذه دعوة للجميع من أهالي المعتقلين والشهداء والمطاردين بأن لا ييأسوا وأن يعيشوا الأمل عائلة الجزيرة قدمت شهيدين ولم تتوقف عن الحراك فلدينا ثلاثة معتقلين من أبناء إخوتي وأخواتي ومستعدون لتقديم المزيد من أجل حرية وكرامة شعب البحرين سنعيش الأمل وسنقتص من قتلة شهدائنا وسنحاسب من سجن أبناءنا ورموزنا ولو بعد حين نسأل الله الفرجة لقائد هذه العبارة عيش الأمل الأستاذ الفاضل حسن المشيمع وجميع المعتقلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر